ورجعنا لحضراتكم مرة تانية دلوقتي بقى فقرتنا التانية هنتكلم عن موضوع بيهم عدد كبير حقيقة جدا من الناس وخصوصا الستات اللي عايزة تنزل في الوزن من غير ما ينزلوا الجيم وكمان يوفروا في الميزانية عن طريق رياضات في البيت ونظام غذائي كمان مناسب معها ايه هي المدة المناسبة في انتظامنا فيها نقدر نفقد وزن مناسب وهل النظام الغذائي ده الواحد بينفع مع كل الناس ولا لا تفاصيل كتير هنعرفها وهنتكلم فيها مع ضفنا اللي منورنا النهاردة في الستوديو كابتن مؤمن أحمد مدرب رياقة بدنية صباح الورد عليك يا كابتن صباح جمال كلها كويس الحمد لله مستعد للرياضة نشاط والحيوية في البداية كده عايزين نتكلم بقى عن ان احنا فيه applications كتير بتاعة رياضة نزلت معروفة والناس بتستخدمها في البيت هل نقدر نلعب رياضة في البيت ونستغنى عن ان احنا ننزل نروح الجيم أو النادي أو اي مكان في ممارسة رياضة ممكن نلعب ده بس برضوكش انكلمنا يبقى منطقي فالكلمة احنا هنتكلم فيه ده يعني هيبقى يعني لو حد مريض سكر أو ضغط اي امراض مزمنة أو مشاكل صحيح في بعض التمرين مش هنفع العابة في البيت وفي تمرين هيبقى لازم العابة في البيت زي ايه مثلا يعني ايه اللي نقدر نلعبه في البيت وإيه اللي ماينفعش في البيت حنا تبقى لازم العابة في البيت اصلا قبل اي حاجة الاول لازم يعني بنسخن كويس قبل اي تمرين عشان نتجنب بس نتفادئ اي اصابه وبعدها نبدأ تمرين ممكن بس عشان نزود الهوت ريت بتاعنا بس في الاول نبدأ بتعملين جومبين بسيطة جدا جومبين جاكس بالزبط زي تمرين جومبين جاكس هيني تمرين بيربيس ده بس نزود فيه البلاط فلو بتاع التشوى بتاع الانسجة أو المصفل زي احنا عادينا نلعبها بالزبط وبعد كنا نبتدى بقى نلعب التمرين بتاعنا بس برضى زي ما اضعت لحضرتك لو حد عنده اي مشاكل مزمنة ضغطة او سكر ما ينفعش رابل واحده في البيت لا ما ينفعش رابل واحده يعني بخصوصا مريد القلب مثلا لو هو مريد قلب لازم يرجع للدكتور بتاعه فالدكتور بتاعه بيقوله معدل نبطات معينة بينتظم لك بينتظم عليها طيب لو هو مش هينزل الجيم مثلا لظروف مادية او الجيم بعيد مثلا او اي حاجة ممكن يتمرن في البيت بس في حالات معينة مفعش البيت لو هيتمرن في البيت في بعض التعليمات لازم يمشي عليها يبقى ماشي بقى مع حد يقوله تمرينات معينة او بالزبط كده يعني مثلا لو هيبقى نايم مثلا في الارض فيفضل هو يقوم ببطء شوية عشان يتجنب الدوخة بتاعه ما يبقاش فيه دوخة او حاجة لو مثلا نظام الاكل بتاعه مثلا ما يبقاش فيه نسبة برويتين عائية لازم فيه نسبة نشبيات شوية عشان تقدر تتمده بالطاقة بتاعه برضو لو مريض سكر برضو لا تقدر او حاجة لازم قبل ممارسة التمرين الرياضية بيقيس معدل السكر بتاعه لو اقل من 120 فبيضطر بياخد معاه كويت كاربس كاربي سريع كده زي طموز مثلا او حاجة زي كده بحيث ان هو يتجنب حاجة اسمها هيبو جليسيميك لوانك خفات في سكر الدم وبعد كده يقدر يمارس التمرين بتاعه زي ما قلنا في اول لازم تمرين الجنب ببسطة كده عشان بس هارت ريت بتاعه يعني نقدر نقول للمشاهدين ان اي حد مريض سكر او ضخط مش اي ابليكيشن عليه اي نوع من انواع رياضة ان هو يمارسها لازم طبعا يخلي بالو يعرف ان هي مسموح حالو او لا طيب طبعا فيه المشي ده مهم جدا ورياضة بسيطة وسهلة واكيد طبعا ما فيش حد يعني حتى لو حد مريض سكر او ضخط فده المشي مش بيأثر عليه في حاجة تضره عايزين نعرف المشي هل يعني قد اي ممكن على اقل حتى نمشي في اليوم وهل المشي الطبيعي اللي احنا واحنا راحين مول او كده بنمشيه ولا فيه شكل معين المشي مثلا بسرعة حركة الايدين او كده المشي اللي مقصود بها مقصود بالكارديو المقصود بهنا الكارديو بتاعنا بالضبط فشدة التمرين او الكارديو بتاعتي المدة بتاعتي بتختلف حسب الكيس بتاعتي يعني تقريبا مثلا على اقل حاجة مثلا المشي لو في البيت يعني مكسم 25 دقيقة اوه في البيت يمشي ازاي؟ لا ممكن بقى تب ممكن عن تريل لو فيه ستب مثلا دي لفه حوالين البيت هل عنده تريد ميت؟ او لو متاح تريد ميت انا بكلم لو احدش عنده جهاز تريد ميت مثلا اوه بزا ما احدك برضو اهم حاجة بكونش عنده بيعني من مشكلة صحية طب لو بره البيت؟ لو بره البيت بقى لو تراك مثلا يمشي قد دقيق تراك مول اي حاجة او برضو 25 دي اكثر حاجة من معدل 25 دي طب هل المشي عادي؟ ولا لازم يمشي مثلا كده بسرعة حركة اليدين؟ لو المفاصل بحاجاته كويسه ومفيها مرونة كويسه ومعندهش اي مشكلة ممكن لو بيبقى الهرورة اللي هو بيمد شوية كأنه بيمشي بس مش بيفتح اسبرينت لا هو بس بيمد مش اكتر بيمد بس بالزبط في بعض الحالات الكيس المعينة بيبقى بالنسبة له ان هو بيمد تصعب جدا مش اقدر مفيش كونيكشن بينه بالمفاصل فباتطرر ان يمشي بالراحة فهي مفيش قعدة ثابتة على حسب الكيس اللي قدام طب المشي بالراحة ده مفيد؟ مفيد طبعا جدا يعني كل ما من القدم ما بيمشي او بيمد شوية كده مثلا عن طريق النفس كل ما بيحرق سعرات اكتر لو بيجري اسرع ومش ماشي على نظام اكل فبيستخدم عدلاته مصدر طاقة فهو كده يعتبر بيخص المصدر ده مش بيزيد في الوزن طب كابتن دايما لما حد بيكون عايز ينزل في الوزن يقول له ايه اتحرك اعمل حركة العب رياضة كده هل ينفع ان ابدأ ان انا العب رياضة عشان انزل في وزني من غير نظام غذائي؟ لا ما هي لسه اطول حدك بقى فكرة الرياضة عايزينك تكلمنا عن المعدلة ذي كده فكرة الرياضة بس ان هي بتساعد يعني هي حاجة ثانوية مش اساسية الاساس بتاعنا في الاكل بمعنى لو انا مثلا عايز ازيد في الوزن فمثلا بحسب معدل الصعرات بتاعتي وبعد كده بتدى ازود عليها طب انا عايز اخس بحسب الصعرات بتاعتي وبتدى اقللها يعني مثلا لو انا حسبت معدل الصعرات بتاعتي مثلا ويتلع 2500 صعرات حراية على مدار اليوم تمام؟ لو انا خدت ال 2500 فانا كده بعمل مينتين ويت بحافظ على وزني طيب انا عشان عايز اخس فبقصم 500 من يوم باخد 2000 بس على مدار اليوم يعني مثلا باخد 2000 من النظام الغذائي 2000 بالضبط وابدى احرق بقى ايه اللي انا باخده ده بالضبط كده بالضبط كده وبعد كده بقى انا كده هخس فترة معانة بس بس بعد كده جسم هيزبط طبعا انا عايز بقى حسن بتدى بقى مارس تمرين مكومة كل ما مارس تمرين مكومة اكتر لو الحديد او رزيس المادنة في البيت كل ما المكومة بتزيد معدل الحرق بيزيد فبخس اسرع لو انا ماشي على نظام اكل فالنتيجة بتبقى احسن اسرع برضو بالمناسبة نظام الاكل يعني ما ينفعش نظام الاكل يبقى موحد بمعنى؟ يعني بمعنى لو انا مثلا بعاني من مرة ضغط او مسكر او مكومة انسلين ما ينفعش شخص عادي ما عندهش اي مشكلة او اي اعراض يمشي على نفس النظام هي الفكرة كلها مسميات يعني ما فيش احسن ضايت يعني ما فيش لو انت مشيت على نظام مثلا بس الحاجة الجانرال يعني للمشاهدين اللي بيتفرجوا ايا كان بقى عندهم امراض او كده الجانرال اللي مثلا عايز يستفيد منك او من فكرتنا النهاردة ويمشي على حاجة ايه النظام اللي يعمل؟ الفكرة كلها لو انت بقيت عن اي حاجة فيها جانج فود بالزبط او معجنات عموما عصير ومعلبة الكلام لفيها السكر عالي دي قعدة عام دي ده ده رقم واحد اي لو انت بقيت عن المعجنات دي هبتدي جسمك يوزبك جدا بالزبط لو انت بقى عايز بقى الجسمك احسن وبقى live style بالنسبة لك واسلوب حياة ساعتها من الطالة نتبع نظام اكل طبعا طيب بالنسبة للرياضة هل هي لها وقت محدد او فيه وقت افضل لها يعني مثلا قبل الفطار ولا بعد الفطار ولا يعني اي وقت انسب للرياضة اي من هشكى على سبتة يعني الفكرة انك تتمرنها على مدار اليوم يعني مثلا فيه بعض الحالات يصحى من النوم بيحب يتمرن عشان يبقى نشط طول اليوم فيه حالات تانية ما بيعرفش لازم حسب قدرة الشخص هل انت تقدر تتمرن حسب نشاط يوم وانت لسه مش فاطران ولا ممكن بعد الفطار بساعة او ساعتين كده يعني هو يفضل يعني بعد واجبتين بعد واجبتين اه بالزبط يعني اصدك بعد الغداء كمان اه يفضل كده عشب يحز ليه بقى واجبة الفطار انت بقى متكاملة فبرا عن طبس والبروتين والفطس بتاعتي طبعا فبعد كده بيضطر اخد سناك ممكن حاجة خفيفة وبعد كده ابتقى التمرين بتاعي الفكرة كلها ان انا ليه بقى اخر التمرين بتاعي كده اه ليه بقى بالزبط كده عشان الاكل انا اكلته ده يقدر يتحول في الميتوبيلزم بتاعه والمعدل الطاقة بتاعه فيديني بار في التمرين صحيح اه طبعا فقدر اقدي احسن بالزبط يعني زي مثلا مثال لو انا مثلا قاعد مش مركز وقاعد بزاكة لو قاعدت 8 ساعات عادي ما لا اي حاجة عكس ما قاعدت ساعة مركز هي بقى دي الفكرة طول ما انا واكل كويس وجسمي فيه الطاقة اللي هو محتاجة هقدر اقدي كويس وكل ما اقدي كويس كل ما وصل نتيجة اصرح طبعا ويبقى فاضل عندي مثلا في وقت العيش فيها اكل حاجة خفيفة بقى بقى نايمة كده وانا تمام الاكل كله لو انا واكلش جديد بقى انا كلت قبل التمرين وروحت الجيم عملت عملت الكاتوليزم لعملت الهاد من الاليف وكلت بعد التمرين فعملت عادي ببيناء اليها يبقى كده قدر اوصل لهذا فين عايزه طيب كابتن يعني عايز اعرف منك برضو ايه الاكلات اللي ممكن تديني كل العناصر المفيدة في الغذائية ليا واقدر اكلها في النظام الغذائي بتاعي وايه الاكلات اللي ابت عنها تماما الاكلات اللي قلنا ممكن نابت عنها اي اكلات فيها سعرات عالية لشان كيفودوا الكلام انها في اكلات بتبقى ستيبل سابتها معنا اه لا قدر اخدها كل يوم تديني مانرالز بقى بالضبط يعني مثلا الشوفان ده رقمها بالنسبة عنها عظيم الشوفان فيه مصدر انا شباية كتير جدا وفيه فيتامينز كتير جدا بقدر يفيدني في الهدف اللي انا عايزه التوست البرون توست اللي هو البوني بقاليافه كتير جدا التفاح الاخضر البرتقون برضو لو انا ما عنديش حاجة برضو اي مرض مزمن حاجة بكلم في انسان طبيعي جدا اه بالضبط كده عندي بقى الرز في بعض الحالات بين الطريبين عن الرز في بعض الحالات ناخد مكارون على حسب انما في حاجات سابت زي الشوفان البيض الجبنة بس بلاشي جبنة الروم عشان بيبقى ملحي كتير فيفضل تبقى جبنة ملحي خفيفة او جبنة بنامي للعداية بتاعتني جبنة القريش بقى اتفضل قبل النوم مثلا عشان دي حصل عملية التغزيل لها فاسحطان يوم الصبح فيه طاقة وفيه نشاط بالنسبة لي طب لو هنتكلم عن انواع الرياضة بالنسبة مثلا لمريض الضغط ايه الحاجات اللي ممكن يعملها من انواع الرياضة يمارسها والحاجات اللي ممنوعة عنه تماما مايقربش منها يعملها هو عمتا في مريض الضغط لازم يبقى هو مرائب الحالات اللي بيحصل فيها بالنسبة له ضغط او ضغطه بيزيد هو قدر على مدار اليوم بالنسبة له لو انا عملت حركة معينة فانا كده بقى دوخ لو انا عملتش حركة معينة فانا كده تمام يعني هو يرائب نفسه بالزبط كده هو بيقى مراكب نفسه لان برضو حتى هو لحل الدكتور ان كان الدكتور او الدكتور برضو بيعتمد على كامل المريض او العميل فبناعه هو يبرهله هو بيحدد هيعمل ايه ويفضل التمراناته تبقى هو قاعد كل تمراناته تبقى هو قاعد افضل ومش هنقول كل تمراناته يعني لو حاس انه هو قاعد ان الدنيا مناسبه له بقى تستيبل وسهلة جدا فنضطر بنعمل حاجة اسمها بلاجلوسة في اوبرلود حابنعلي الحمل بتاع التدريب بتاعه بقى شوية لانه هو بقى سهل احنا عايزين مكاومه بس يعني بالزبط يوصل لهدفه اللي هو عايزه مش يحصل له ايه مضاعفات يعني طيب اخيرا كده المرضى القلب لان ده بيبقى برضو حاجة مهمة جدا مريد القلب يقدر ازاي يلعب رياضة ايه الرياضات اللي ممكن يقدر يلعبها مريد القلب هو عمدا ايا كان هو المريد ممكن يلعبها اي رياضة عادي بس هو بيبقى فيه غزء معين او فيه زون معينة كده ما يفعلش هو تخطها الممنوعات الممنوعات برضو زي ما دك مريد القلب لازم يتابع مع الدكتور قلب هي مالهاش قاعدة ايه هو مش اوبشن بالنسبة له الدكتور بتاع المريد المريد بالقلب بقدر يحدد له مثلا انت النهاردة مثلا هتتمرن عشرين ديئة بس فالعشرين ديئة دي محتاج تعمل فيها مثلا واحد اتنين ثلاثة بس ما بيزودش ايه بقى الواحد اتنين ثلاثة دولتا الثامنين بقى بيكتبها له حاجات فيها الجومب يعني انت مثلا بدل ما تلعب جومب انزاكش مثلا تلاتين ثانية لأ انت هتلعب عشرين ثانية بس هنا بقى بيجي وقت الروح بيقلل له المدة يعني بالزبط او يزوده حسب معدل ضربات قلب وحسب مدار اليوم هي بتبقاش قعدة ثابتة بمعنى المريد بتاع بتاع القلب مثلا لو هو مثلا بيتمرن والدكتور قوله مثلا عب تامين بلانك مثلا قال له يزبط مثلا تلاتين ثانية فهو قام مثلا بعد التلاتين ثانية فحاس مثلا ان هو دايخ حاس ان رؤوني يشف مثلا حاس ان هو وبالزبط في دقيق في النفس هنا بيرجع للدكتور بتاع فبيزود لوقت الروح وبيختلف بقى التامين عن كده طبعا احنا استفادنا منك جدا كابتن احمد مؤمن مدرب اليقى بدنية شكرا لك جدا واسعتنا وافدتنا نورتنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك سيدا انا كنت موجودة معاك النهاردة شكرا لك يا كابتن مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا التانية انتظرونا في حلقة جديدة واخبار وفقرات جديدة من صباح الورد